ازايك يا جماعة يا رب اكونوا بخير. النهاردة هنشتغل غرزة جديدة وهي غرزة البوف. بالشكل اللي قدامكو ده. فايا الله بينا نشوف هنشتغلها ازاي. هنبتدي ان شاء الله على غرزة البوف بتاعتنا. اه عشان عشان نشتغل الغرزة لازم نبتدي بعدد سلاسل زوجي. ايا ان كان المقاس اللي انت هتعمليه او حجم الحاجة اللي انت هتشتغليها لازم يبقى عدد السلاسل زوجي. هنا هنعمل اربعتاشر سلسلة. كده اشتغلنا اربعتاشر سلسلة. نبتدي في الغرزة بتاعتنا. هنسيب اول السلسلة ونشتغل في اللي بعدها. بناخد لفة على الابرة. بنرتفع بالخيط لفوق. ندخل جوه سلسلة. نشتغل على تاني سلسلة. نرتفع بالخيط. ناخد لفة على الابرة. ندخل جوه السلسلة. نسحب الخيط. ناخد لفة كمان على الابرة. ندخل جوه السلسلة. نرتفع بالخيط. ناخد لفة على الابرة وندخل جهة السلسلة ونرتفع بالخيط. هنعد معنا كم واحدة على الابرة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. ناخد لفة على الابرة. نطلع منهم كلهم. ونقفلهم بغرزة من فوق. تاني. هنسيب السلسلة اللي بعدها. دي سلسلة اللي هنشتغلنا فيها. هنسيب اللي بعدها ونشتغل في اللي بعدها. نشتغل في تاني واحدة. ناخد لفة على الابرة. ندخل جهة السلسلة. نسحب الخيط. 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 نعد معنا كم? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة كده معنا تسعة لفات على الابرة ناخد لفة على الابرة ونطلع منهم كلهم. نقفلهم بغرزة. ونعمل اللي بعدها. هنسيب السلسلة اللي بعدها ونشتغل في ونشتغل في ناخد لفة على الابرة. نسخل جوا السلسلة نسحب الخيط لفة كمان على الابرة جوا السلسلة نسحب الخيط لفة كمان على الابرة وندخل جوة السلسلة نسحب الخيط لفة كمان على الابرة ندخل جوة السلسلة ونسحب الخيط هنعد معنا كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة كده معنا تسعة لفات على الابرة ناخد لفة كمان ونطلع منهم كلهم ونقفلهم بغرزة من فوق ده كده بيكون شكل الغرور زبط عدنا تكون منفوخة كده نشتغل واحدة كمان هنسيب السلسلة دي نشتغل في اللي بعدها ناخد لفة على الابرة ندخل جوة السلسلة نسحب الخيط لفة كمان ندخل جوة السلسلة نسحب الخيط لفة كمان ندخل جوة السلسلة نسحب الخيط لفة كمان ندخل جوة السلسلة نسحب الخيط هنعدهم كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة كده معنا تسعة لفات ناخد لفة كمان على الابرة ونطلع مينهم كلهم ونقفلهم بغرزة من فوق هنكمل كده لاخر السطر ونشوف شكلها يبقى في الاخر عامل ازاي ده بيكون شكل الغرزة او نبتدي كده في الصفة في السطر التاني للفة الشغل وده كده ناخد لفة على الابرة هندخل في الغرزة اللي فوق غرزة اللي احنا عملنا نترتفع بالخيط ناخد لفة على الابرة ندخل جوة الغرزة نسحب دي واحد اتنين تلاتة اربعة ناخد لفة على الابرة نطلع مينهم كلهم ونقفل اللي بعدها احنا هنا بندخل بنشتغل مش في الغرزة دي نشتغل في الغرزة اللي فوق غرزة للبفة هنا في الفراغ اللي في نصف ده هتشوفوا هتلاقوا في هنا غرزة احنا بنشتغل فيها نشتغل في التانية اللي جنبها دي بدي هنا اخد لفة على الابرة وندخل جوجل الغرزة نسحب لفة نسحب لفة نسحب لفة نسحب نعد واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة نطلع من هم كلهم ونقفل غرزة اللي بعدها ناخد لفة على الابرة ندخل جوجل الغرزة نطلع هدي واحد هدي اتنين هدي تلاتة هدي اربعة بعد كده ناخد لفة على الابرة ونطلع منهم كلهم ونقفل غرزة من فوق تاني ناخد لفة على الابرة ندخل جوجل الغرزة هدي واحد اتنين تلاتة اربعة نطلع منهم كلهم ونقفل الغرزة من فوق ده بيكون الشكل هنكمل وهنشوف شكلها يبقى عامل ازاي في الاخر ده بيكون شكل الغرزة في الاخر كده السطرين والمفروض ان احنا بنتظن نشتغل بنفس الشكل ده لحد ما نخلص الكوفية او الشال بتاعنا اشتركوا في القناة